وثقته كاميرا مراقبة في ساحة طوارئ مستشفى الكرم الحكومي في السادس من شهر تشرين ثاني من العام الماضي تظهر مواطنا ينقل جثمين الشهداء جهاد شحادي وعز الدين عواد من بلعاوي وقاسم رجب بمركبته الخاصة وكان حينها شاهدا على اختيال قوة خاصة تابعة للاحتلال لهم بدم بارد واليوم وبعد شهرين ونصف أضحى ذلك الشخص شاهدا برصاص الاحتلال إنه الشهيد فارس خليفة من مخيم نور شمس والذي زفه أبناء شعبنا بجنازة مهيبة انطلقت بمراسم عسكرية فهو أسير محرر أمضى بسجون الاحتلال أكثر من 14 عاما ومقدم في جهاز الأمن الوقائي حيث كان الشهيد خليفة قد أعدمه جنود الاحتلال على حاجز الناب العسكري شرق المحافظة واحتجزوا جثمانه تحت حجج واهية جماهير غفيرة من أبناء شعبنا بطول كرم شيع جثمان الشهيد فارس خليفة من مستشفى الثابت الحكومية نحو شوارع المدينة وصولا إلى منزل ذويه في مخيم نور شمس حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها قبل صلاة الجنازة ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء بالمخيم وسط حالة من الحزن والغضب والمطالبة بمحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق شعبنا مثله مثل أي إنسان هو باتجاه بيته يعني مروح من باتجاه بيته يتم استهدافه بسيارته يتم اطلاق عليه ويتم اعدامه بهذا الشكل هذا ندل على شيء بدل إن هذه الحكومة ممعنية في أن تكون هناك في سلوكها اللي بالفعل قايم على القتل وقايم على الاعتقال وقايم على محاولة إذلال الشعب الفلسطيني فارس تم اعتقاله حسب شهادات الكثيرين وتم تقييده ومن ثم التنكيل فيه وتعذيبه لأنه لا أسنان له كثير من الكدمات في جميع أنحاء جسمه تقرير الطبي المبدئي بأكد أنه تعرض لتعذيب هائل ولتنكيل هائل قبل استشهاده وبالتالي هذا يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن المستهدف ليس فئة ولا جماعة ولا فصيل المستهدف هو كل الشعب الفلسطيني الشهيد فارس خليفة هو شقيق الشهيد فرسان خليفة والذي ارتقى قبل أقل من شهرين في غزة التي أبعد إليها ومع ارتقائه ارتفع عدد شهداء محافظة طول كرمة منذ شهد تشرين أول الماضي إلى ثلاثة وستين شهيدا جريحا ثم أسيرا ثم شهيدا هذا هو الشهيد فارس خليفة الذي يعذ أنموذجا لحال أبناء شعبنا وهم يواجهون بصدورهم العارية اعتداءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحقهما إهد ضمير تلفزيون فلسطين من مقبرة الشهداء في مخيم نور شمسة طول كرمة